إلى التفاصيل أهلا بكم استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فأغزيدان وجر في اللقاء التباحث إزاء تعزيز الدور المستقل للنظام القضائي في العراق كما تمت مناقشة سبل التعاون والتنسيق مع السلطة القضائية في الإقليم وقال زيدان أن على المؤسسات الاتحادية احترام خصوصية كردستان في المجالات كافة وأخصوصا في المجال القضائي كما أشار إلى أن الدستور هو الأساس الذي يجب أن يحتكم إليه الجانبان في حل الخلافات والمشاكل العالقة بينهما وصلت رئيس الحكومة الضوء على العلاقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية وشدد على ضرورة أن تمارس السلطة القضائية في العراق دورها المستقل في حل حالة الخلافات ومنع الانتهاكات الدستورية وقال يجب التعامل مع الإقليم ككيان اتحادي ودستوري ترجمة نانسي قنقر